مع سيطرة الجيش الروسي على عدة قرى في منطقة خاركيف الحدودية يثور جدل حول مدى قدرة الجيش الأوكراني على الصمود في انتظار وصول مقاتلات F-16 الأمريكية شهر يوليو المقبل تقرير لشبكة سيانين صلت الضوء على معاناة القوات الأوكرانية وأخطائها القتالية التقرير أشار إلى أن الجيش الأوكراني يعاني من ثلاث مشكلات على الأقل نقص في الجنود ومدفعية قليلة ودفاعات جوية غير كافية حسب تقرير سيانين لا تزال القوى البشرية تمثل التحدي الأكبر للجيش الأوكراني مقارنة بالروس الذين ينتشرون عبر نقاط هجوم تبتعد عن بعضها البعض بمئات الكيلومترات على طول الحدود وداخل التراب أوكرانيا وعلى سبيل المثال زحف حوالي 15 ألف جندي روسي على تشاسيفيار في دونتسك الأسبوع الماضي أيضا يعمل التفوق في مجال سلاح الجو لصالح القوات الروسية خاصة في الهجوم العنيف على خاركييف واقع أكده دينيس ياروسلافسكي متحدثا لبي بي سي وهو قائد وحدة استطلاع أوكرانية خاصة متسائلا كيف دخل الروس خاركييف دون مقاومة التقارير تشير لأن بلدة فوفشانسك تتجه لتكون نقطة محورية في المعركة وسط مخاوف من سقوط خاركييف كلها بأيد الروس في الأيام القليلة المقبلة